هتتفاجئوا بمعنى كلمة فشل وإيه معنى الفشل؟ الفشل هو عدم القدرة على تحقيق النجاح؟ لا الفشل السقوط؟ لا الفشل الرسوب؟ في الامتحان؟ لا اللي سقت في الامتحان مش فاشل اللي سقت في الامتحان مش فاشل اللي ما نجحش في السنوية العامة مش فاشل اللي بيعمل مشروعه ما نجحش فيه مش فاشل تعرفين الفشل يعني ايه؟ وامسك نفسك كده صلى على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الفشل يعني الجبن ايه؟ ايه والله الفشل يعني الجبن جيم عليها ضمة جبن الفشل ده شخص جبان لو انت قلت هذا فشل يعني جبان مش معناها سيط في الامتحان امه ليه؟ السقوط في الامتحانات او الفشل في او عدم التوفيق في المشاريع ما سموش فشل ده اسمه لم يحالفه التوفيق اه لم يحالفه التوفيق لم يكن موفقا بس ما بنقولش بقى لم يحالفه الحظ ما عندناش حظ في المسألة انما لم يحالفه التوفيق انما الفشل يعني ايه؟ الفشل يعني الجبان فما تقولش بقى ان لو عاوز توصف واحد باحترام ما تقولش فلان فشل في تربية ابنه لا مش ده لانه مش جبان الفشل يعني الجبن والجبن يعني فشل ربنا بقول في القرآن في سورة آل عمران حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم يبقى حتى اذا فشلتم كلمة حتى اذا فشلتم يعني جابنتم جابنتم حصل لكم حالة جبن خوفتم جريتم هربتم ده اللي بيقول للمسلمين الكلام ده لما كانوا في غزوة احد وجاريوا قدام الاعداء فربنا بقول لهم لما جبنتم وجريتم حتى اذا فشلتم بسبب انهم نزلوا بعضهم يعني بلم الغنائم وترك المواقع اللي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يثبتوا فيها فبيقول لهم ايه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم ما يريدوا الدنيا ومنكم ما يريدوا الاخر هقول لكم ايه ما انتوا لو عملتم في نفسيكم كده يبقى حتى اذا فشلتم يعني جابنتم عن مواجهة عدوكم وجريتم وسبتم مواقعكم فما تجيش لطالب رصب في الانسانوية وتقول له انت فاشل اوعى او ام او اسرة يقولوا لولادهم الكلمة دي عارفين ايه الفاشل الجبان اشتركوا في القناة